ان شاء الله سيكون معي ضيوف هنتكلم في حاجات تخص المشاريع ازاي تنجح ازاي انا اكتر حد في الدنيا من قلبي بشجع كل المشاريع وكل الناس اللي حابة انها تعمل مشروع وتبتدي تكبر وتحقق حاجة وان شاء الله هيكون معنا برضو مواضيع تخص الجمال اكيد النهاردة بقى هنبتدي فيه مسابقة حلوة قوي هقول عليها الاول مرة المسابقة دي تخص كل المخابز البيكريز اللي موجودة في مصر المسابقة دي عشان نساعد بدعاية للبيكريز اللي فعلا محتاجة كده مساعدة اللي طالعة جديد او اللي اصلا موجودة بس محتاجة بقى دعاية فعلا اللي هيعمل وصفاتي بتاعت العيد وصفاتي سواء كحك بتيفور غريبة وصفات العيد بتاعتي اللي موجودة على الصفح اكتبوا بس سالي فؤاد وصفة كزا وهيبعت الصورة تمام على صفح قنات هي ان شاء الله هنختار منهم اتنين اتنين بيكريز اتنين مخابز تمام وان شاء الله هيجوا معايا هنا في البرنامج ونعمل لهم دعاية خطيرة 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 ان شاء الله بالتوفيق يا رب دعم لكو كلكو باذن الله يلا اشتركوا والناس اللي سامعت وتعرف البيكريز تبلغهم علشان تبقى مساعدة لهم باذن الله طيب احنا الوقت معينا سؤال من اسألتالي يلا بينا والدتي عندها سكر ووزنها زايد محتاجة نظام غزائي تساعدها تفقد الوزن خصوصا ان حرقها ضعيف جدا حلو قوي نظام الغزائي زي سبع خطوات من الحاجات اللي بتساعد جدا على ان الواحد يقدر ياكل بشكل صحي سليم ويزبط سكر الدم بتاعه فيخس وصحته تتحسن سبع خطوات من احسن الانظمة الحمد لله اللي كل يوم يثبت فعلا انه من احسن الانظمة متكامل في كل حاجة انه يثبت كل حاجة ويخلي الواحد في حالة صحية احسن وفي نفس الوقت بيخس بشكل صحي لانه لايف ستايل سبع خطوات موجودة على يوتيوب تقدروا تدوروا سبع خطوات سليم وقيد وان شاء الله عامل حلقة برضو نتكلم فيها باستفادة ولكن اتفرجوا على الحلقة باستفادة هتعرفوا الخطوات مظبوط جدا طيب عندنا السؤال التاني هل القهوة بيثبت فعلا الوزن بسبب المبيض اللي موجود في القهوة ولا دي اشاعة المبيض من الحاجات اللي مش صحية مبدئيا قبل اي حاجة مش صحية للأسف وفي نفس الوقت بيبقى معاها سكريات وهو اصلا دهون مش صحية مع السكريات فمش من الحاجات اللي ايه اللي بينصح بيها لو احنا عايزين نخس وبأكد برضو على القهوة سريعة الزوابان اللي هي في الساشتات اللي هي بتبقى اتنين في واحد تلاتة في واحد دي بيبقى معاها المبيضات ومعها سكر او مبيض من غير سكر طيب ده مش صحيح وفي نفس الوقت سعرات طبعا القهوة الكتير بقى اللي هو زي قهوات سريعة الزوابان من الحاجات لو احنا زودنا عن كوبايتين بتوقف الحرق معنا مش بتساعد على الحرق فاحنا مهم جدا ان احنا نركز بس من زودش قهوة او نس كافي او كافي او اي نوع من انواع المنبهات اكتر من كوبايتين في اليوم يفضل بلبن عادي ما يفضلش بايه مبيض صحيا وعلشان طبعا ان الواحد يخص احسن ومن زودش لبن كتير في اليوم اللبن ما يكترش عن نص كوباية متقسم على اليوم كله لتلات اربع كوباية بكتير لان كوباية الواحدة لبن الحليب يوازي وجبة متكاملة تمام هنروح لفاصل ونرجع نعمل مع بعض وصفة اللانك شاير ان شاء الله اهلا بكم معنا ودلوتي بقى هنعمل مع بعض وصفة اللانك شاير احنا نكمل وصفات العيد وهنكمل مع بعض باللانك شاير عايز اوريكم احنا عملنا تزيين للكحك مبارح ودلوتي بقى هنعمل اللانك شاير عشان نكمل مع بعض بقية الوصفات وبفكركم بالمسابقة زي ما قلت المسابقة دي فرصة فرصة رائعة لكل مخابز مصر اللي موجودة في مصر نفسها تعمل دعاية عن نفسها تمام انكم تبعتوا تطبيقات صور من الوصفات للوصفات بتاعتي يعني وصفاتي انا بتاعت العيد سواء كحك قريبة بيتيفور اي وصفات انتوا حبينا من وصفاتي اعملوها وصوروها وبعتوها على صفح قناتها تمام هنختار منهم احسن اتنين هيظهروا معانا هنا نعملوهم دعاية لمخابز مصر احسن مخابز عملو وصفاتي وبعتوها نختارهم ان شاء الله وهيكونوا معانا هنا من اول اول مغبز هيطالع لسه بقيله اسبوع لاكبر مغبز اللي حاب يكون معانا في المسابقة ويكون معانا ان شاء الله ويقدم احلى ما عنده ونبين اسمه ان شاء الله دي فرصة جميلة جدا عندنا قناة هي اهو ابعتوا عليها التطبيقات لوصفاتي انا وان شاء الله اتنين هيكسبوا معانا ويكونوا معايا هنا في البرنامج نعرف اسميهم دي دعاية رائعة 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 لمخابز مصر ان شاء الله عشان يبقى عندكم فرصة حلوة انكم تظهروا وتبانوا مهم جدا الايه الدعاية فدي فرصة حلوة قوي لكم ان شاء الله وانا انتم عارفين انا بحب جدا اساعد الناس اللي عايزة تعمل دعاية وتجبر اكتر واكتر الناس اللي تعرف بقى مخابز تبلغهم فورا وضروري وبسرعة عشان تكونوا معانا ان شاء الله يلا بينا نبتدي بقى الوصفة احنا معانا اللانج شاير بالقرفة المرادي معانا تلت كوباية سكر بودرة منخول يعني خمسين جرام نص كوباية سامنة يعني ميت جرام بيضة كوباية دقيق يعني مية وخمسين جرام تلت كوباية نشا خمسين جرام رشة ملح معلقة كبيرة ارفة ونص معلقة صغيرة بايكينج باودر للحشوة معانا عادة بيبقى مربة شوكولاتة قابلة للدهن وكسطرات فرماسيل اللي انتم حابينه اعملوه وصفاتي الحمدلله نكحة على مدار السنين اللي فاتت واللي حابب اصلا ياخدها ويعملها في المخابز اهلا وسهلا يعني انا احب ان ايه كل الناس تستفاد وتعمل حاجة يعني فاعا تستفاد منها طيب احنا دلوقتي بقى اول حاجة انا بس هتأكد عشان ايه ايه تمام اول حاجة انا هحطها دلوقتي هو معانا مقدار السمنة مقدار السمنة ده هنضربه الاول مع السكر البودرة تمام هحطه دلوقتي كده ونضربه مع السكر البودرة الاول وبعدين ننزل بالبيضة مقدار سهلة وبسيطة جدا جدا نفاش اي صعوبة يلا نضرب موسيقى مال هنضرب وبعدين هننزل بباقي المكونات الي معانا العربية سوف اضربها وبعدها سوف اشتغلها وابتدي اشتغل بالايد لكي ستكون معي عجينة اكتر ترجمة نانسي قنقر 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 وازاي نعرف اصلا نحدد الهدف بتاعنا المرات دي بقى هنتكلم في حاجات اكبر بكتير جدا النهاردة معينا دعاء العدلي بزنس كوتش ومنتر اهلا بيكي من ورائي اهلا بيكي يا سالي عايزين نكمل بقى مواضعنا حلوه احنا اتفقنا ان احنا هنقول المرات دي tips and tricks عشان الناس تبدأ تاخدها خطوة بقى تحقيق اللي هي عايزة تعملها بالظبط بما ان احنا اول الاسبوع والنهاردة السبت في اول اسبوع انا اهو عايزين ناخد نية ان احنا هنغير حاجة هنعمل تشيكليست كده ورقة وقلم ونبدأ نسأل نفسنا هنسأل نفسنا ايه التلت مشاعر المهمة اللي انا عايش بيها الاسبوع ده خطة الاسبوع اكتب الخطوات اللي انا عايزة امشي عليها خلال الاسبوع انا خليها يعني short term plan ان احنا نمشي اسبوع باسبوع وده يفرق معانا جدا بنعمل reflection على الاسبوع اللي فات انا حققت ايه اللي كان ناقص ايه الحاجة اللي انا عايزة اخدها من الاسبوع اللي فات اكمل عليها الاسبوع الجديد حبدأ زي ما احنا قلنا هنسأل نفسنا ايه اهم ثلاث مشاعر انا حاسسكم ايه الحاجات اللي عايز اشتغل عليها وابدأ اكتبها هاسأل نفسي السؤال اللي انت المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا انا اتحب خلينا بس معلش هقطعك نعمل ريكاب بس عن المرة اللي فاتت للناس اللي ما اللي هقتش او مش هفتناش من المرة اللي فاتت المفروض ان احنا قلنا علشان حقق هدفنا ان احنا بنكتب عشان اوقات كتير اوقات ناس كتير ما تعرفش ومنهم كان انا ايه اللي هدف اللي نفسي حققوا فكنت قلت لنا على فكرة حلوة جدا ان احنا على ورقة نكتب باسمنا في النص ونطلع منها ايه الحاجات اللي ايه بنعرف نعملها او بنحب نعملها او كده نفضل نكتب فيها لمدة سبوع شهر اهداف خلال ست شهور اهداف خلال سنة فانا كمان بخطط انا عايز اشتغل على أنهي هدف دلوقتي وفكت إن إحنا نقسم الأهداف زي ما قلنا نعملها زي فكة الجيم إنها وناخدها خطوة 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 ففي الآخر ألاقي نفسي عملت الخطوات كلها لو خدت خطوة كل يوم بعد 30 يوم بلاقي نفسي عملت 30 خطوة بحس إن أنا أنجزت فده بيفرق مع الشخص جدا إنه يحس إنه منجز وإنه يحس إنه بيحقق حاجة هو كان نفسه يعملها ومش عارف يعملها ده من الحاجة النهاردة لما إحنا بنقول حنسأل نفسنا أو نكتب الأسئلة دي عشان تبقى معينة زي ريفرنس على مدار الإسبوع أو حاجة برجع لها بشوف أنا حققت إيه أنا ومحققتش إيه فيه سؤال دايما بنسأله نفسنا وإحنا تكلمنا فيه المرة اللي فاتت يا ترى أنا أستحق النجاح يا ترى أنا فعلا أستحق هي فعلا البداية عندي ولا أنا مستني البداية الديلي من برد يعني فيه ناس دايما تقولك إيه أنا مستنية سالي تقول فكرة فاخد الفكرة ونفذها أنا مستنية دعاة الديني النصيحة فياخد النصيحة وأحققها اللقطة هو مش النسالي تقول ولا دعاة تقول الفكرة إن انت البداية عندك انت من جوة من جوات نية صدقة اللي بيغير كل حاجة حولينا نيتنا للتغيير حتة أنا أستحق أو أنا ما أستحقش دي كان عندنا فيها جدل كنت لسه الأسبوع اللي فات في محاضرة باسمع حاجة بتقول إحنا جلنا اتربة إنه لما قول أنا باستحق أنا عايز أنا كذا بيتقالك انت مغرور انت واثق في نفسك زيادة عن اللزوم ده غرور في حين إحنا فعلا نستحق إحنا فعلا لازم نصدق إن البداية عندنا وإن إحنا نستحق ننجح وإن إحنا لو خدنا خطوات بنية واضحة وصدقة هنحققها وحنوصل للهدف اللي إحنا محتدين بالظبط إحنا بقى عايزين نخش بقى في حتة التسويق حد خلاص عارف هدفه إيه عايز يحقق إيه عايز ينزل بقى بحاجات معينة يسوق لها إزاي دي خطة الوحدة دي خطة خطة عظيمة ده التسويق أصلا في دنيتنا ده علم جبير جدا وبيدرس في جامعات وحاجات في الدنيا نبذة عن التسويق نبذة التسويق إن انت بكوني إحنا بنسوق لتلات حاجات في العموم بنسوق لمنتج بنسوق لشركة وبنسوق لأشخاص اللي هو تحت نطاق بيرسنال براندين أو اللي هو التسويق الشخصي يعني هو برضو ده اللي احنا أكتر مركزين عليه في الدنيا بتاعتنا الصغيرة الفكرة ما فيها إن انت إيه ليه التسويق هو حاجة بتوصلي بيها للعميل المحتمل بتاعي أو للشخص اللي انت عايزاه يعرف عنك يعرف عن شركتك يعرف عن برنامجك يعرف عن إن انت بتقدمي الخدمة الفلانية أو إن انت بتبيع المنتج الفلاني أو انت الشخصية الفلانية اللي عايزة تشتغل في المكان الفلاني الكمنيتيشن ده بنوصل للناس دي ازاي عن طريق ان انا بسوق لنفسي عن طريق ان انا بقول كلمات تخلي الناس دي تسمعني واوصل لها على ستيل صغير وعلى ستيل كبير انا يعني مش هنخش في الليفل الوحش زي الحاجات الكبيرة قوي خلينا على البرسونال ليفل انا عايز اقولك ان انا مدياهم النهاردة ليفل الوحش كله كله انا عايز النهاردة على مسابقة للمخابز لللي عايز يخش فيها ويقدم وصفاتي صور لوصفاتي عاملها في مخبزه هيخش مسابقة دي لما يبعثها على قناته وحنطلع احسن اتنين هنعملهم دعاية هنا في القناة دعاية للمخابز ده اخلى تسويق ده تسويق ده انفلوانسينج ماركتنج انت من خلال قناة بيرة زي هي او زي سالي فؤاد الاسمين مع بعض انه يعمل تسويق انه يعمل تسويق انت هنا بتبروزي حاجة بتاعة شخص توصل للعملة هو مش بس سالي اللي تعرفه ولا بس الناس الصغيرة لا ده انت بتوسعي دايرة العملاء المحتملين اللي يروحوله ويشتروا منه او يعرفوا انه بيقدم منتجات سالي فيروحوا وياخدوا المنتج من خلاله بالضبط طيب ازاي بها الواحد يكون عنده مهارة الاقناع الاقناع مهارة بنتعلمها فيه ناس عندها بلتقن يا اوتوماتك تحسيهم طول الوقت هما بيتكلموا فبيقنعوك باللي بيقدموه واكتر حاجة بتفرق في الاقناع ان انت تبقى مصدقة اللي انت بتقدميه انا مش هيوصلني الانرجي بتاعتك غير لو انت مصدقة مية في المية في المنتج اللي بتقدميه في قوة المنتج في القيمة او الفاليو اللي المنتج دا بيقدمها غالباً يا سالي حتة الإقناع بتيدي من نقطة مهمة قوي العميل ما بيشتريش المنتج عشان المنتج العميل بيشتري المنتج عشان المنتج ده بيحقق قيمة عنده وبيحقق سمائي بنقولها إزاي بيحقق حاجة ترضي يعني أنا بشتري حاجة من خلال ده علشان الله الطعم الأصيل لا دي سالي بتقدم أحلى طعم أنا متأكدة أن حاق الطعم هيخد أكل هلسي هيخد حاجة مش حزيت في وزني فهي محقق قالي ثلاث قيم جوة المنتج ده مش مجرد بس إنه شكله حلو ولطيف وهجازة القيمة اللي موراء المنتج عشان كده الناس لما بتعمل ماركتينج هي بتبروز الفاليو والقيمة بتاعتها اللي هي بتقدمها من خلال المنتج وده أحزن حاجة في الماركتينج يبقى لازم يبروزوا قيمة معينة تفرق مع المشتري وكمان هنا نقطة المنافسة في السوق ما هو في ناس ممكن تكون متقدم ده هو ليه بيشتري من سالي تحديدا لإنه هو مصدق إن سالي عندها حاجة مختلفة لإنه مصدق في أمانة سالي لإنه شاف الفاليوز بتاعتها وشاف هي بتقدم حاجات فعلا صحية هي على مدار السنين قالت أنا بعمل ده فهي فعلا الشخص المناسب في الجزئية دي لا أعلم أمانتي بالزبط أمانتي والله العظيم ربنا يعلم أنا يعني مصدقاتي دي وحكتي وكل كلمة بقولها أيوة فعلا من جوة 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 قلبي بجد بنية صادقة 100% ومتجربة ويعني وليوم ما أطلع أقول حاجة غلط ربنا يعلم أغلط نسف مقدار أرجع أجربه وأتجند وأنزل تانية أقول للناس يا جماعة أخلي بالتو في كذا ده أشتر مصدقية أهم حاجة أهم حاجة هنا مصدقية قيم أمانة زي ما أنت بتقولي حاجات أنت حققتيها في حياتك فأنا قلتيها خبرات مترقمة علم تعلمتي فالناس بتاخد كل ده في الخلطة أو في الوصفة هو مش بياخد مجرد منتج نهائي الناس ما بتشتريش عشان المنتج الناس اللي بيحرقها عشان تشتري ده المشاعر اللي وراء المنتج والله كلامك صح مليون في المائة هو ده أهم حاجة في التسليل أنا عايز أقولك أنا حضرت كمان محاضرات لحد عالم كده كبير كان بيقول أن السبب نجاح أي حاجة أي منتج أو أي حاجة بتتبيع هو أن وراها فعلا حب ومشاعر ومساعدة وتواصل مع ربنا أن ربنا عايزة كل حاجة دي بتكون نجاح الخلطة السحرية الخلطة السحرية من الحاجات اللي بتفرق في الماركتين جدا إن إحنا نبقى عندنا جو المنتج بتاعنا مشاعر عارفة أنا دايما بقولها إيه إن القهوة بتنقلنا لحالة من الزمن للزمن الجميل النستولجيا إن إحنا لما بنحكي على بيوت الجدود وعلى بيوت القديمة وريحة القهوة زمان والبخور والحاجات دي الناس بتاخد الموت ده وهو ده اللي بيفرق معاه في القهوة مش مجرد منتج ما فيه زي ما إحنا بنقدم منتجات فيه غيرنا بيقدم منتجات مشابهة اللي بيفرقك عن منتج غيرك إن إنتي فعلا بتحطي من قيمك دول منتج وبتحطي من الخبرات الكتير اللي تعلمتيها والأفكار في ده فبتنقلي المشاعر الصدقة منك للعميل بتاعك عشان كده هو دايما بيرتبط في دناغه بإيه أول ما يدي كلمة قالت أكل صحي سالي فوقت أول ما يدي حاجات سعراتها قليلة إيه لا دي سالي السبع وصفات سالي ده كمين بقى personal branding ليتي مش مجرد الشخص هو اللي عامل كذا لا ده الشخص عامل مجهود في الماركتينج بتاعه فإترابط معاه في personal branding مش مجرد المنتجات طيب آخر سؤال بقى عشان نازل نطلع فاصل وهو لما الواحد يكون عايز يسوق لنفسه يعني رايح interview رايح meeting يعمل إيه حل السي في أصلا marketing إنه كاتب أحسن حاجات عنده كاتب خبراته كاتب تفاصيله ده نوع من أنواع الماركتينج المهم إنه يبقى عارف هو بيسوق لنفسه إزاي من الحاجات المهمة اللي فرقت كتير قوي في آخر كم سنة إن الناس بدأت تختشف اللي strength profile بتاعها وتعرف نقاط القوة عندها فلما بتيجي تتكلم بنقاط القوة هي بتفوكس على حاجة مميزة فيها فتعرف تبيع نفسها صح اسمها how to sell yourself ده 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 دي مدرسة في الماركتينج للpersonal branding هو بيعرف يقول مميزاته وبيشوف أصلا الطبيعي إن أي حد رايح interview بيبقى سائل على المكان اللي رايحه وعارفه حيقابل مين عارفه حيتعامل مع مين فيبقى عارف هو بيقدم نفسه إزاي إيه الحاجة الفاليو اللي عنده اللي هتضيف للمكان ده فايدة فهم كمان يشوفوا إيه ده ده بيقدم فاليو مش بيقدم شخص بس القيمة اللي ورا كل شيء هي دي اللي بتحركنا تجاه الشخص المنتج الشركة وده اللي بيخلينا نرتبط بعلامات تجارية جبيرة وإحنا بقينا إحنا الماركتنج بتاعهم إحنا الله يا سالي الجينز ده من البراند لا الله أنا بحب البراند إحنا بقينا بنقول لنفسنا أسامي البراند وده بقى الترند اللي ماشي في الدنيا بتاعيتنا دلوقتي دعا نورتيني بجدل مشكورك دايما كده بتيكي بفايدة كده ومعلومات حلوة نورتيني مشكورك يا سالي شكورك يا حبت واشوفر دايما عليك ولا خير فحلقة جديدة إن شاء الله إن شاء الله إحنا بقى نجوه للفاصل ونريد أن نكمل مع بعض مواضعنا هذا البرنامج برعاية أهلا بكم معينا ودلوقتي هنكمل مواضعنا اللي تخصت بقى التجميل شفت الدهون من الحاجات الأساسية ومهمة جدا جدا الناس كتير قوي بتسأل فيها ولكن للأسف كتير قوي بنتخم ونروح لدكاترة غلط أو بتطلع النتائج اللي احنا مش عايزينها احنا معنا النهاردة الدكتور أشرف كامل زميل المراجعة الدولية لمستشفيات ومراكز التجميل بولاية أوهايو الولايات المتحدة واستشاري دولي جراحات التجميل ورئيس قسم جراحة التجميل والسمنة بالمركز الدولي لجراحات التجميل قاهرة ودبي أهلا بحضرتك منوارنا أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين والنهاردة كل سنواتوا طيبين بقى غريبة وكعكوا بسكويت والعيد جاي أيوة 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 وخلاص الحلول سهلة وهنتخنوا دولي لا 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 احنا واحدة واحدة بقى دلوقتي احنا الحقيقة عايزين نتكلم أكتر وباستفادة عن أسعار أسعار العمليات عمليات الشفت والتجميل والنحت والكلام ده كله عشان في حاجات كتير قوي بنسمحها ومتفوتة جدا أصعب سؤال النهاردة توجههه لدكتور تجميل العمليات بكام احنا تقريبا التليفونات ما بتبطلش عندنا في العيادات على الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك واليوتيوب أي وسيلة من وسائل التواصل قالوه قبل صباح الخير وقبل سلامه عليكم العملية بكامل أنا النهاردة بقى هجاوبكم العملية بكامل العملية بألف جنيه بألف جنيه محقول عملية شفت ونحت الدهون بألف جنيه ألف جنيه بس نحت بحاله وشفت وكده بألف جنيه لأنها بقت سهلة وبسيطة وبقت تتعامل في أي مكان وفي أي وقت والمريض يعملها ويروح بعد خمس دقايق بقت بألف جنيه مفيهاش قودة عمليات وبنج وحاجات كتيرة كده وتحضيرات كتيرة ما لأنها عملية خرم صغير قد كده وبنخش مثلا من هنا نشفت وننحت الدهون وممكن نخش من هنا ننحت الدهون الدراعين وجهاز الفيزر والجيب لازمة فالعملية بقت سهلة وبسيطة خالص وبنعملها بألف جنيه إيه الكلام ده ده هنا العالم كله يجيش فضل وقت كل واحدة دلوقتي بعد ما سمعت حضرتك وسمعتني دخلت جهزت الألف جنيه ده جاري جاري عمليات التجميل النهاردة أصبحت مش رفاهية زي الموبايل والواتس والأسانسير والإنترنت هل إحنا من عشرين سنة ما كناش نقدر يعني كانت الإنترنت والحاجات اللي زي كده مقتصرة على البنك والشركات الكبرى والحكومات لكن النهاردة محدش يقدر يعيش يوم من غير إنترنت محدش يقدر يعيش ساعة من غير الواتس والإنستجرام فالنهاردة التجميل أصبح مش رفاهية أصبح ضرورة وأصبح من أساسيات الحياة إحنا هنقول تاني أن التجميل ليكي وليا وللمشاهدين ولكل الناس بقى أساسي في حياة الإنسان إذا ما كانش علشان المظهر العام عشان أنا والمراية لأن المراية هي اللي بتقول لي أني أنا متضايق المراية هي اللي بتقول لي أني أنا اجتماعيا أنفت يعني مش مناسبة للمجال بتاعي سواء شغل أو سواء خروجة مع الأسرة أو سواء فسحة مع الزوج أو أنا وجوزي يحصل برضو بيحصل مشاكل نفسية لو مثلا بعد الولادة إحنا نتكلم عن الحاجات مثلا بعد الولادة ورهراتة الجلد بقى كذا ولادة ورابعة والجلد نازل نص متر تحتها كده ومش عارفة أي رياضة أي نظام غذائي أي حاجة ما بتشيلش الحاجات الزيادة ديت بيبقى في مشاكل نفسية جمدة جدا وبتأثر على الحياة الزوجية إحنا بيقول لهم يا مدام بدل ما تصرفي على الحالة النفسية شوفي الحالة التجميلية ما هو الحالة التجميلية بتعالج الحالة النفسية بس مشكلتنا إحنا دائما في السعر سعر العملية هنا مهم جدا جدا بالنسبة لي أنا بدور على الوقتي لما بتيجي حضرتك تشتري موبايل تشتري لابتوب تشتري أي حاجة بتدوري على النت وتخشي على جوجل وتقولي أرخص سعر أرخص سعر موبايل كذا في مصر هيطلع لك أسماء شركات وأسماء محلات بتعملي كده في عمليات التجميل عمليات التجميل ما في حاجش حاجة اسمها أرخص سعر أرخص سعر ده يبقى إحنا في صورة هيجيبها لنا الإعداد أرخص سعر ده بيطلع لنا دكتور ممكن يكون مش طبيب تجميل هذه الصورة دي ركزوا فيها كويس قوي فيه على اليمين الحصان اللي هو في آخر الدربزين وعلى الشمال دربزين ومعمول فيه الحصان بالديكور اللي على اليمين دي أنا رحت جبت نجار والحداد والأبتاع وقلت له عايز دربزين وأخر حصان اللي على الشمال جبت فنان وقلت له عايز دربزين وأخر حصان فرق رهيب طبعا فرق رهيب هو ده بقى لما تيجي تدور على العملية أم ألف جنيه صحتك وصحتك مش بتدور فيها على الرخيص لأن الرخيص هنا غالي لأنك بتدفع مرتين بتعملها أول مرة بأي سعر أو بأرخص سعر أو بالسرش دورت على أرخص مركز تجميل وفي الآخر معنى أنه هو أرخص مركز تجميل أنت ما سألتش على أنا بيجي لي عينين في العيادة بتكون عاملة عملية قبل كده وحصل فيها مشاكل مضاعفات أي حاجة زي كده فقول لها عملتي العملية فين تقول لي في المركز الفلاني طب مين الدكتور اللي عملك العملية مش عارفة اسمه طب قبلتيه تاني بعد العملية لا أصل لأ أنا قبلته في الكشف غير اللي قبلته في العملية غير اللي قبلته في المتابعة ينهر ربيض يبقى ده واضح أني أنت دورتي على أرخص حاجة فعملتي الحصان اللي كان ناحية اليمين اللي هو مكتوب عليه السعر الرخيص ليه لأن هنا غالبا غالبا اللي عملك العملية مش طبيب تجميل مش استشاري تجميل مش أخصائي تجميل فعلا حد يشتغل في مجال التجميل وهو مش أخصائي فيه في الطب زي فيه أي مهنة في التاريخ فيه اللي بيراعي شغله اللي بيراعي تخصصه وفيه اللي مش مظبوط زي أي مهنة في التاريخ اللي مش مظبوط في التجميل يضرك لأن حتى المركز اللي انت روح تيه وكشف عليكي واحد واللي عمل العملية واحد تاني واللي تابعك واحد تالت كل دول مش أطباء تجميل لأنه لو طبيب تجميل بيخاف رقم واحد على العيان رقم اتنين على اسمه على سمعته طبعا فمش هيشتغل بمبدأ انتش وجري الأغنية المشهورة عملت ضجة لي لأن مبدأ انتش وجري ده هيخليكي تعملي العملية مرتين طب ازاي الواحد يقدر يعرف الدكتور اللي فعلا متخصص ومظبوط وصح في المجال ده نقابة الأطباء كانت ترخرها عملت على الموقع بتاعها طلع لك مثلا الدكتور أشرف كامل اكتب في موقع بتاع نقابة الأطباء الدكتور أشرف كامل هيطلع لك قدام اسمه تايتل استشاري جراحة التجميل اكتب الدكتور سين صاد هيطلع لك التايتل بتاعه أخصائي مثلا نسا أخصائي جراحة عامة أخصائي مسالك متعملش عنده بقى او اعمل عنده الحاجة اللي تخصه لكن انت ما تروحش تعمل عملية جراحة تجميل عنده دكتور نسا صح هو دكتور النسا أستاذنا وزميلنا وعلى راسنا من فوق لكن فيه تخصصه يعني أنا ينفع أولد ما ينفعش نا كل واحد حسب التخصص بتاعه أنا بعرف أولد على الأد اللي أنا تعلمته فيه أوائل حياتي الطبية اللي هو السنة الامتياز ده حتى السنة الامتياز احنا بنقعد شهرين في كل قسم طبعا أكيد النظام اتغير دلوقتي بس الشهرين في كل قسم دول ما فهمش تجميل فيهم جراحة عامة فيهم أطفال فيهم نسا فيهم عزام فيهم طوارئ لكن ما فهمش تجميل فان حد يعمل لك عملية انت تقبل انه يعمل لك عملية ويكون مش متخصص فيه جراحة التجميل يبقى انت كده بتؤكد انك هتعيد العملية دي تاني طبع ويضطر يدفع يضطر يدفع تاني أكتر لأن عشان تسليحا للأخطاء اللي حصل خلينا نشوف كده شغل حضرتك على الشيش يلا اتشرف حضرتك المشاهدين ده اسمه نحت دهون رباع الأبعاد هنا الخط اللي في النص انا بشرح هنا اللي هو الجريك لاين الخط اليوناني اللي هو بيبقى في النص بالزبط عند البنات والسيدات اللي بيبنوا على البكيني في الصيف بقى وكده بتبقى المنطقة دي كلنا بنتهوس على الفنانات والأجانب وهم لابسين في الأفلام هو ده الخط اللي احنا بنعمله جوه العملية في ساعة زمن بالفيزر والجيب لازمة يعني عايز تقول يا دكتور ان ده مش بالرياضة بس لا ده مش بالرياضة خالص ده مش بالرياضة أصلا خالص دي ما عملتش رياضة خالص والشكل كأنها رياضة والشكل كأنها رياضة بس محتاجة فترة بعد العملية علشان تاخد الشكل النهائي دي من أسبوعين لمسلا لست أسابيع وتلبس الكرسي وتلتزم بالتعليمات بتاعتنا علشان تبقى ايه تاخد أفضل نتيجة ده كرمي لو عملت بقى العملية رخيصة مش هتاخد نتيجة خالص هي أنا دايما أنا أقولها ايه يا مدام مش مهم العملية بكام المهم النتيجة تطلع تمام لأن النتيجة هنا انت بتبحث عن النتيجة صح انت لو حضرتك عندك مثلا أختك أو حد من قريبك راح يعمل فستان زفاف بتقعدوا قد ايه تدوروا على فستان الفرح تلبسوه تلت شهور على الأقل وعملية التجميل تاخد القرار في لحظة بمجرد انك انت شفتي إعلان على على ده عملية نحت مش عملية عادية ده نحت وفن محتاج رؤية معينة وكمان تقييم زي ما حد رجل تقولي ورؤية تقييم ورؤية وزي مايلي أساز التجميل وشاريين التجميل في مصر مش إليه لين عشان تروحي تعملي العملية فأول واحد قبلك لا لازم تختاري كويس قوي لأن اختيارك للدكتور والمكان الخبرة ودكتور خبرة وشهاداته العلمية والمكان اللي هتعمل فيه العملية كل ده محصلة بيطلع علينا نتيجة تماما طبع انت اخترت اختيار خاطئ ما تزعلش بقى وهتروح لدكتور تجميل تاني غير الأولاني اللي هو ما كانش تجميل وتعيد عنده العملية والله أعلم الوهز يارى فيه عالج والنتايج بتبقاش يعني دايما نتيجة العملية التانية مش أحسن من الأولاني الأولاني أحسن طبعا خلينا طب نشوف نتيج بقى يعني قبل وبعد دي أكتر مشكلة بتجلنا وبيتسئل عليها ولادات ما بعد البطن ما بعد الولادات دي والدة حوالي أربع مرات وبطنها وطبعا وزنها زاد لأن منطقة دايما الولادة يحصل فيها تراهل بيحصل فيها تجميع للدهون تخلي المنطقة دي زي الأستك اللي قاعد يتمط ويرجع يتمط ويرجع بعد أربع مطاط اللي هم الأربع ولادات وكل مرة منهم تسعة شهور بالظبط وطبعا بتلعبش رياضة الست المصرية ما عندهاش وقت تلعب رياضة بتطلع النتيجة زي ما احنا شايفين احنا بنعمل لها النحة التانية دي نحت وشفت دهون واحيانا بتحتاج شد بطن كل واحدة طبعا غير التانية وهل البطن بترجع فعلا زي قبل الولادة زي قبل أول ولادة بجد زي قبل أول ولادة ماشاء الله يعني فيه أمل رهيب ان البطن ترجع اهو زي قبل الولادة الأولانية عشان كده احنا مسمينه تنسيق القوام رباعي الأبعاد احنا بنعمل كل حاجة في منطقة البطن والجزع الجزع اللي هو الجناب اه والظهر من وراء والبرايريان والبطن من قدام والمنطقة اللي عند المعدة اللي فوق دي كل ده بنعمله نحت دهون اذا فيه ترهل تحت الصورة نتيجة تكرار ولادات او نتيجة واحدة مثلا كان عندها مئة كيلو مئة وخمسين كيلو عمل التكمين معدى وخسط منطقة دي بتسقط يعني ايه جلد بلق طبس لأيه الجلد وسع زي ما يكون حد لابس لبس مقاس اوسع من مقاس اه اه لا لا ده بيشدوا بأيديهم كده بالضبط في الحالة دي بقى بتحتاج الشد الجراحي بعملية جراحة صغنطوطة بسيطة كده بجرحة اسفل الحزام او يعني احنا بنسميه بيكيني لاين بحيث لو انا او انتي لابسة بيكيني على البلاج او على البحر او في البيت الجرح ما بيبانش حلو قوي طب خلينا بقى نشوف احنا معينا فيه اه صورة لراجل مفيش فيه اي نوع من انواع الجراحات كان عنده تسدي وكان عنده اه الكرش او يعني الرجالة بتسميه الكرش وعنده الجناب اللي هنا دي احنا عملناه على الصورة لنحية الشمال دي شمالي انا يعني ده لو قعد ثلاث سنين في الجيم مش هعرف يعمل زي احنا عملناه في ساعة زمن ده كلام جميل جدا ممكن حتى ملاحظين ان الصورة اللي هنا دي الجودة بتاعتها مش قد كده لان احنا دي مش صورة سينمائية دي صورة عملية او بس احنا بنقول حتى التسدي عن طريق خروم صغيرة باستخدام الفيزر ايو وقالات معينة هي اللي نحتت الدهون وخلتنا السيكس باكس واضحة بهذا الشكل يعني العلم وصل بدقة رهيبة ومش معقولة يعني يعني نعرف الرجالة بعد السن الاربعين اه خلاص بيطلع لهم تلقائي كرش ومتسدي كرش متسدي مهما عمل وحاول صعب جدا يتخلص منه معدل الحرق كل عشر سنين بعد سن التلاتين سنة بيقل بمقدار خمسين سعر حراري كل سنة لما نيجي عشر سنين بقى خمسمائة سعر حراري يعني لو انا لعبت رياضة وانا عندي أربعين سنة مش هقدر اخس زي نفس الرياضة وانا عندي تلاتين سنة صح فكل ما السن بيكبر او كل ما معدل الاكل محرقه بيقل كل ما انا الدهون بتتراكم ومش عارف اعمل لها حاك انا باكل نفس الاكل وكنت باكله من عشرين سنة وبقيتها تدخل زمان ما كنتش باكل اما معدل الحرق بيقل فالحلل ده لو نحت الدهون الزكي او تنصيق القوام الزكي اللي هو باستخدام الفيزر والجيب لازمة عند جراح تجميل استشاري او اخصائي مش مشكلة استاذ او استشاري مفيش مشكلة المهم يكون تجميل ما تروحش عنده دكتور عنده فكرة عن التجميل انا ما وديش زوجتي او ما وديش اختي عنده دكتور نسا ممارس عام ما نفعش لازم يكون متخصص نسا ما وديش بنتي عنده دكتور انفو اذن يعالجها يعني مرة مثلا الحلق وقع في ودن البنت وديناها الدكتور كان يعني مش متخصص قوي ما عرفش يطلع الحلق اضطرينا نروح لأستاذ علشان نجيب الحلق من جوه ودنها في ثانية الاستاذ طلعوا التاني قاعد ساعة علشان يطلعوا طبعا وما طلعوش هو ده اللي بيحصل في عمليات التجميل لما بجملة مصرية تقليدية لما تسترخصي لأ في صحتك ما تسترخصيش ما تجليش انا مش بقولك تعالي لأ بس اختار طبيب متخصص عنده خبرة عنده مهارات خبرة ومهارات والتخصص العلمي هي اخطاءة ده اخطاء في الجسم يعني ده حاجة يعني الجسم ده غالي علينا ما ينفعش ان احنا نوفق ما ينفعش نجرب فيه بالضبط ما ينفعش تروح تعمل عملية عيون عنده دكتور لسه معهوش حتى الماجستير ما ينفعش صح خطر نا كلام سليم الصحة غالية جدا جدا وما تعرفش ايمتها غير لما تروح تعمل العملية وما تجيبش نتيجة او يحصل فيها مجموعة